السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن وانتشر على السوشيال ميديا بشكل فضيع جداً المعركة اللي قائمة بين الأشاعرة وبين السلفيين وكتير جداً من الناس ما يعرفش يعني إيه أشاعرة ولا يعرف يعني سلفيين ممكن يعرف السلفين ويميزهم بالشكل بس لكن لا يعرف منهم الأشاعرة باختصار شديد الأشاعرة نسبة للإمام أبو الحسن الأشعري وهو إمام كبير جداً من أئمة أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري بالمختصر المفيد جداً عشان الفيديو ما يطلش لمدرستين المدرستين دول في العقيدة في باب خاصة باب الصفات يعني إيه باب الصفات عندما نتكلم عن الله عز وجل وعن صفاته فنمر مثلاً في القرآن على آية الآية بتقول مثلاً يضو الله فوق أيديهم المدرسة الأولى لأبو الحسن الأشعري كان يؤول بمعنى أنه عندما يقول يضو الله فوق أيديهم بمعنى قدرة الله فوق قدرتهم عندما تمر على قول الله عز وجل ويوم يكشف عن ساق معناها كناية عن شدة الغضب وهكذا لإن الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه كان بيعتقد ومعه جمهور من المسلمين إني لابد عندما نمر على هذه الآيات حتى لا يشبه الناس الله بخلقه لابد من صرفها عما يدور في أزهان الناس يعني اليد لا معناها القدرة حتى لا يعني يشبه إنسان الله عز وجل بخلقه كذلك مثلا في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل عندما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتجلى أو يتنزل في الثلث الأخير من الليل فالأشعر يقول أن التجلي والتنزل الرحمة واستجاب الدعاء وهكذا تأويل للمعنى المدرسة الثانية التي كانت آخر ختام للإمام أبو الحسن الأشعري اللي هو أنه إذا مر بآية مرها دون الوقوف عندها يعني إيه لما تمر عند قول الله عز وجل يضو الله فوق أيديهم تثبت وتمر يعني تقول أنني له يد طب هذه اليد هل شبه يد أحد هل ممكن أنك تتخيلها دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل خلاص تثبت ما أثبته الله لنفسه خلاص ربنا عز وجل يقول أنه له يد له يد تليق بجلاله وكماله مهما أنا فكرت بعقلي لا يمكن أبدا أدرك هذا الأمر تمام فده كان اعتقاد المدرسة الأشعرية أني لها وجهين الوجه الأول هو التأويل والوجه الثاني أنها تمرها كما جاءت لكن هو الخلاف ما بينهم بين الأشاعر في الجزء الثاني اللي هو امرارها كما جاءت هل أمرها كما جاءت يعني هما يقولون الأشاعر يقولون بالتفويض الكيف والصفة أنا لا أعرفها تماما يا ربنا عز وجل عندما يقول يد الله فوقائدهم خلاص له يد تليق بجلاله وكماله وأمرها أمر الآية أما السلفيين يقولون أن لله عز وجل يد نعرف معنى اليد ولكن لا نعرف كيفيتها فيتلاقوا في جزء كبير جدا في هذا الأمر لكن يعني الأسلم والأفضل أن القرآن كله إما إخبار عن صفات الله عز وجل والإخبار يتطلب التصديق يعني عندما نمر على آية في كتاب الله عز وجل نصدقها ولا يعني ندخل عقلنا في الآية لأن عقلنا صعب أن يستوعب ذات الله عز وجل الله عز وجل يعني يتفاوب بينه وبين المخلوقات فما ينفعش أكيف الله عز وجل في عقلي ولا أشبه بخلقه أبدا فهذا حرام فإذا مررت بآية من آيات الصفات مرها كما جاءت مع نفي التشبيه عن الله يعني ربنا عز وجل عندما يقول يد لفع قائدهم أو يوم يكشف عن ساق تمر الآية دون تفكير الله عز وجل يبصر نعم يبصر يسمع نعم يسمع ليس كمثله شيء هل يلزم هل يلزم أنه ربنا عز وجل بيسمع أو يبصر يلزم لي أن يكون أذن أو سمع طبعا لا يلزم فكيف تتكلم الأيدي والأرجل يوم القيامة إزاي بتتكلم تتكلم بطريقة لا يعلمها إلى الله فكذلك لله المثل الأعلى الله عز وجل يسمع ويبصر بطريقة تليق بذاته وجلاله إحنا منفعش أن نحن نفكر فيها منفعش أن نحن ندخل عقلنا في صفات الله عز وجل وذاته سبحانه وتعالى وعز وجل لكن ألنا بتعجب منه الآن إيه دخل العوام أو عوام المسلمين في هذا الموضوع عوام المسلمين إن سألتهم أين الله عز وجل سوف يقول لك أن الله عز وجل في السماء وهو يعلم أن السماء لا تحويه يعني لأن الله عز وجل السماء هذي والمجرات وكل هذا من خلق الله ومن صنعه سبحانه وتعالى وعز وجل ولكن هم يثبتون الفوقية والعلو إلى الله عز وجل العام لو سألت أين الله يقول لك في السماء لكن لو أنت سألت نفسه هو هو وقلت له هل السماء تحويه يقول لك لا يبقى إذن خلوا العوام على فطرتهم وعلى عقدتهم السليمة وبلاش أن نحن ندخلهم في مشكلة الأشاعر والسلفيين وكذا وكذا علموهم يتعبدوا إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته يا جماعة الخير يعني علموهم أن الله عز وجل رقيب فيراقبون الله عز وجل في تصرفاتهم علموهم أن الله سميع فلا يكذبون ولا يغتابون علموهم أن الله عز وجل معز مزل متكبر فلا يتكبر أحد على أحد علموهم إزاي تعبدوا إلى الله بأسماء وصفاته ده المهم ده المهم الآن أن نحن نعبد الناس لله بصفاته وأسمائه سبحان الله عظيم يعني الآن نجد بعض الناس يدخلون العوام في مهاترات لا فائدة منها ولعوام أبعد الناس عن الله عز وجل وعن مراده أرجعوا الناس إلى الله في ظل الإلحاد اللي شغال الأيام دي والشباب المدمر البعيدة عن الله عز وجل علموا الناس ربو بيت الله اسبتوا ربو بيت الله للناس الأول علموا الناس أن الله عز وجل ابتداء موجود سبحانه وتعالى وعز وجل وأن الله عز وجل بيده الأمور وبيده مقاليد السماوات والأرض أثبتوا العقيدة في قلوب الشباب أولا ثم كلموهم عن الفروع والخلافات لكن الشباب الآن مدمر ما بين الحاد وما بين العلمانية والآن بتدخلوا في مشاكل الأشعر والمتوردية والسلفين أفيقوا يا جماعة الخير يا جماعة أنا أزهري أنا أزهري ودرست العقيدة الأشعرية وجوهرة التوحيد وتربيت عليها ومع ذلك درست عقيدة آل السنة ودرست العقيدة الوسطية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها ولكن لا ندخل الناس في هذه الخلافات الناس الآن في ظل الأعوام اللي احنا بنعيشها الآن الشباب مهدد الشباب الآن بيستقطبوا الإلحاد ويستقطبه العلمانيين وأنتم تدخلونه في مشاكل فرعية ده أنتوا كده بتقضوا عليهم ده أنتوا بتساعدوا العلمانيين بني علمان وبتساعدوا الملاحدة في استقطاب الشباب دي بالله عليكم يا جماعة الخير الآن أغلقوا هذه الأمور الآن وعلموا الشباب التوحيد علموهم أن الله عز وجل خالق الخلق علموهم توحيد الربوبية وعلموهم توحيد الألوهية وعلموهم الأسماء والصفات كيف يتعبدون إلى الله عز وجل به وبعد كده بتدخلوا في الخلافات رزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته